تحت عنوان رفع سقف التثقيف المروري نظمت جمعية السلامة المجتمعية بالتعاون مع بلدية رهط والمركز الجماهيري ووزارة الأديان يوما دراسيا هاما لأأمية المساجد في النقب بهدف تمرير رسالة توعية ونشر الثقافة المرورية للجمهور عبر المساجد وخطب الجمعة نحن اليوم موجودين في رفع سقف التثقيف المروري لأمية المساجد وهذا أصبح من الواجب هذا العلم أصبح من الواجب تداوله لم يكن عندنا في الفقه الإسلامي ما يسمى بالأحوال الشخصية ثم جاء مصطلح الأحوال الشخصية لنظم العلاقات الأسرية الآن بات من الضرورة ومسيس الحاجة إيجاد فقه اسمه فقه السير والمرور جانب التثقيف المروري مهم جدا في حياة مجتمعنا على إثر تكرار حوالث السير ووقوع كثير من الإصابات والوفيات بسبب حوالث السير الإحصيات مقلقة جدا وذلك الجميع يجب أن يشمر عن سواعد الجد من أجل التثقيف والتحذير والتنبيه محاولة في تخفيض هذه الوتيرة المتفاقمة القائمون على اليوم الدراسي أكدوا ضرورة هذه اللقاءات التي تصب بالنفع واستمرار اللقاءات بشكل دوري مع إمة المساجد بهدف إطلاعهم على القوانين المرورية والجهود التي تبذل في هذا الشأن علما أنه لقي أكثر من عشرة شبان مسرعهم منذ بداية العام جراء حوادث السير فيما وصل ضحايا حوادث الطرق في العام المنصرم إلى 109 قتلى من المجتمع العربي في الداخل أقول لكل إنسان كما أنه لك الحق أنت تعيش يجب عليك أن ترى بأن غيرك لا بد أن يعيش قضية القتل هي متعددة الأسباب منها من يموت خرق منها من يموت حرق من من يموت في حوادث بيتية ممكن يموت عن جريمة قتل والجرائم والعنف كانت جلسة طيبة قيمة فيها العديد من التوجيهات لإمة المساجد والخطباء ودعوة لأهل العلم والفقه للكتابة حول هذا الموضوع والتعامل مع فقه المرور بشكل دقيق حتى نضمن الكم الأكبر من الحياة السليمة لأبنائنا لبناتنا جاء هذا اليوم كثمرة بعد مؤتمر أمان النقبوي الأول الذي عقد في قرية أبو طلول بالنقاب ليكون همسة توعوية من خلال خطباء المساجد في تثقيف الجمهور لمخاطر حوادث الطرق والخروج بأفكار لتعزيز ودفع عجلة التوعية من خلال خطب الجمعة والندوات في المساجد في البلدات العربية في الجنوب